اشتركوا في القناة وظل لعبون التدريبات البدنية تحت قيادة جواوميج المخططة الأحمال من المقرر أن يواجه الزمالك يوم الاثنين المقبل 5 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بمباراة المؤجلة من منافسات الدور المصري محمد عبد المنصف عواد رفض عرض الزمالك لتجديد تعاقده وأعتقد أنه سيكون خارج النادي نهاية الموسم وجمز رفض الحراس الذين عرضتهم الإدارة عليه لاختيار أحدهم لضمه لصفوف الفريق لأنه يرى أنه لا يوجد حارس مستواه ثابت وأرى أن أحمد نادر السيد هو الأمسب للزمالك نظرا لتربيته في النادي وابن أحد نجوم الأبيض وتجربته الاحترافية وهو مشروع ولن تصبر عليه كثيرا للدخول في أجواء الفريق محمد عبد المنصف ردا على سؤال الأهل بيتجامل؟ ليها حسبة تانية لأن الفرق كلها ساعات الأخطاء التحكمية بتساعدهم وتضرهم ولكن الأهل هو أكتر حد بيستفاد من الأخطاء التحكمية وده اللي بيخلي باقي الأندية والمنافس الوحيد الزمالك يبقى مضرور لأن باقي الفرق بتتضرر في ثلاث نقط في تعادل والحقيقة أن الأخطاء التحكمية غير مقصودة وكل الحكام ليهم الاحترام والتأدير لكن بشكل مجمل عدد الأخطاء اللي تحسبت للأهل مش شايفها مجاملة ولكنها وردة لكنها كثير في صالح كثيرا تكون في صالح الأهل وبيستفاد منها حتى من الحكام الأجانب والدليل ماتش السوبر اللي كان في السعودية كان فيه أخطاء المفروض يكون الحكم عادل واختتم الحكام بتجامل الأهل في عدم حصول اللاعبين على انذارات أو احتساب فولات والحكام في إفريقيا بيعملوا حساب للأهل وبيتحملوا اعتراضات اللاعبين مثل عبد المنعيو أو رامي ربيع ولو حد في الزمالك بيعترض ياخد انذار محمد عبد المنصف جمز يفكر في الرحيل عن تدريب الزمالك في نهاية الموسم الجاري بعد تلقي عروض من الدور السعودي وجمز يبدأ في دراسة العروض المقدمة له لو وجد عرض جيدا سيرحل عن الزمالك في ظل المشاكل التي يمر بها الزمالك في الفترة الأخيرة خاصة مع إيقاف القيد الزمالك سدت 29 مليون جنيه مستحقات لللاعبين خلال الأيام الماضية وحصل عليهم من الاشتراكات مرتضى منصور عبر فيسبوك ألف مبروك لأبطال مصر لعيم المنتخب الأولمبي بفوزهم على براجوي والتأهل إلى نصف النهائي في أولمبيد باريس بعد 60 عاما للمرة الثالثة بعد أولمبيد أمستردام وأولمبيد توكيو مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري مبروك لشعب مصر من حقه أنه يفرح مبروك لأهلنا في المغرب الشقيق بتأهل الفريق المغربي هو الآخر للصعود إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب الأمريكي فريقان عربيان لأول مرة في نصف النهائي خالد الغندور مباراة الدومينيكان ورسالة للجماهير التي انتقدت زيزو والمدير الفني للفراعنة ميكيلي والتي فضلت الأندية على حساب منتخب بلادها وأشار إوعى تفتكروا أنكم هتركبوا الموجة حاليا المواقف بتبدأ منذ البداية والذي دعم منتخب بلدهم عروف والذي هاجم المنتخب واللاعبين معروف وشددا لفضل نادي على الفراعنة معروف الحمد لله من البداية البلد أهم من أي نادي والدعم كان مفروض للمنتخب الأولمبي محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي إصابة أحمد زيزو بسيطة اللاعب اشتكى من إصابة في العضلة الضم خلال المباراة لذلك تم استبداله وزيزو سيخضع لفحص طبي لتحديد ما أقفه قبل مباراة نصف النهائي أمام فرنسا تقام مباراة المنتخب الأولمبي مع فرنسا في نصف نهائي أولمبي باريس يوم الاثنين المقبل على ملعب مدينة ليون الفرنسية مهيب عبدالهادي جومس حدد جنات ثان لضمه من الزمالك والبديل محمد حمدي موضوع بيكهم عقد اللاعب ساري مع سيراميكا في تواصل من الزمالك واتفاق ورضى وقبول من بيكهم الكسة في سيراميكا والزمالك عرض سامسون والزناري وسيد عبدالله نمار ومقابل مالي لضم بيكهم والسيراميكا لن يوافق بسهولة وقتم سامسون جاي بـ 800 ألف دولار ومدخله في صفقة تبادلية مع اثنين لعيبة كمان امالها تدي بكهم كام مش قصة المجلس الحالي في لوس سامسون ده بسبب المجلس السابق ورد عبدالمنصف بجيب لعيب في الدفاع وفرط في ثلاث لعيبة انا اعمل كده علشان اتعاقد مع مهاجم زي وسام أبو علي مش مدافع بس كده دي كل اخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك اتمنى الفقر اكون خفيفة على قلبكم دعمنا بلايك الفيديو وسبسكريب بالقناة متشكلين جدا معنا دعمكم لو عندكم اي ملحوظة سيبوها النافع التعلييات سلام